دعت الأمم المتحدة إلى وقف القتل وتجنب اندلاع حرب شاملة بعد حملة القصف الإسرائيلي الأكثر كثافة منذ أكتوبر الماضي كما أكدت اجتماعات القادة والزعماء في الأمم المتحدة على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الملحة مثل تغير المناخ والفقر وعدم المساواة في وقت تنتشر فيه الصراعات وتقف المنطقة على حافة الهاوية يكتمع زعماء العالم ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بحثا عن حلول للأزمات المتعاقبة وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وحرب أوكرانيا والتغيرات المناخية وغيرها من الأزمات التي تؤرق العالم وتستدعي تدخلا فوريا لإيقاف الصراعات الدائرة بعد عام من الانقسام داخل أروقة الأمم المتحدة وفي اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول لبنان دعت الأمم المتحدة إلى وقف القتل وتجنب اندلاع حرب شاملة بعد حملة القصف الإسرائيلي الأكثر كثافة منذ أكتوبر الماضي وطالب عدد من رؤساء الدول الأعضاء بضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة أزمة تضرب في صميم شرعيتها وتهدد بانهيار الثقة العالمية والسلطة الأخلاقية مع تزايد الأزمات التي تعصف بالأمن والسلام الدوليين كما أكدت اجتماعات القادة والزعماء في الأمم المتحدة على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الملحة مثل تغير المناخ والفقر وعدم المساواة مع معالجة آثار الصراعات المستمرة والأزمات الصحية العالمية أيضا وعلى هامش الشق رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تم الإعلان السياسي خلال تعهد عالمي بالعمل للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات لتجنب ملايين الوفاة التي يمكن تلافيها وتواصل الأمم المتحدة اجتماعاتها لمناقشة كافة القضايا الشائكة والملفات الملحة في الشرق الأوسط والعالم